طبعا يعني هو موسم السنوية العامة وما بعد السنوية العامة والناس تعمل ايه وادخل كلية ايه ويمكن التخصصات الجديدة اللي بتفرض نفسها على السوق دلوقتي تخصصات مختلفة خالص عن كل اللي كنا بنسمعه قبل كده ويعني المستقبل الطلاب واللي جاي ايه ويعني ايه التخصص اللي ممكن يعني يفدهم ويخلي عندهم فرصة عمل مؤكدة موجودة في السوق ودي الحقيقة برضو فرضت نفسها بشكل كبير على التعليم في مصر لازم من دلوقتي كلنا نستوعب حقيقة وحقيقة مهمة انه المرحلة اللي جاية هي مرحلة مختلفة مرحلة الحديث كله فيها عن الرقمنة والحوسبة وعلوم الذكاء الاصطناعي والبيانات ودي الحقيقة هي المهن اللي جاية علشان كده كان لازم يعني كل طالب في التنوية العامة يفتح نفسه سكة ومجال ينمي من خلاله مهاراته وقدراته من خلال يعني الكليات والاقسام المختلفة اللي موجودة للذكاء الاصطناعي واللي بقيت موجودة في جامعات كتير مصر خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن هذه التخصصات الجديدة والتطوير اللي حصل في التعليم العالي والبحث العلمي ويعني الكليات الكثيرة اللي موجودة في مصر بتقدم هذا النوع من التعليم مع ضيفنا اللي بنوارنا في الستوديو دكتور محمود عبد الربوى رئيس التنفيذي لمدينة زويل أهلا بحضرتك يا دكتور صباح الخير أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح الخير وإحنا في عنا زي ما حالك قلت السنة دي إن شاء الله بنفتتح الكلية الجديدة كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي وإن شاء الله تبدأ العام الدراسي القادم ودي فيها ثلاث برامج بتتمشى مع سوء العمل تماما وإحتياجات التنمية في الدولة المصرية والخريج بتاعنا الحمد لله من البرامج الأخرى اللي هي برامج العلوم والهندسة سوء العمل بتاعهم الحمد لله الإحصائيات بتقول إن إحنا عندنا 90% من الخرجين بيشغلوا خلال أول ثلاثة أشهر من التخرج ودي من أعلى النسب حتى من بعض الجامعات المتقدمة عالميا النسبة تعتبر نسبة عالية جدا إنه إحنا بنقول لطالب سنوية عامة اللي لسه مخلصوا بيكتب رغباته إيه المميزات اللي هتكتسبها والمهارات اللي هتكتسبها والنتيجة اللي عيدة عليك لما تدخل النوع ده من التعليم إذا كان قدراتك ومهاراتك تؤهلك لأنه أنا عارف أنه أكيد فيه امتحانات قدرات نعم هي مدينة زويل يعني من فكر ورؤية الدكتور أحمد زويل رحمة الله علي إن المدينة تقدم حلول للقضايا الاستراتيجية وقضايا التنمية في مصر والمنطقة العربية كلها وإن لم يكن كمان للعالم فعلى سبيل المثال خريج يعني المهارات اللي بيكتسبها الخريج في مدينة زويل هي مغضوعة بالدرجة الأولى في تصميم المناهج والمقرارات ومتطلبات التخرج بتاعة الطالب بحيث أنه هو تلبي الاحتياجات والمعايير اللي تضعها أكبر هيئة في العالم اللي هي الهيئة الأمريكية لبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة ودي أخذت في الاعتبار في وضع المناهج بتاعتنا والحمد لله إحنا الجامعة بتاعتنا نقدر نقول بنهاية هذا الشهر ستكون عدد أربع برامج منها معتمدة من الولايات المتحدة الأمريكية كأول جامعة حكومية وأهلية مصرية فالطالب بمعنى الكلام دون زي ما حركوا سألوا السؤال المهم جدا لازم برضو الأولياء الأمور يدوروا عليه أنا ابني وهو بتخرج هل هو محقق لمتطلبات سوق العمل هل سوق العمل دون محلي ولا إقليمي ولا دولي الحمد لله مدينة زويل بتحقق مطلبات سوق العمل والمعايير الموضوعة في الولايات المتحدة الأمريكية لأربع برامج فيها دكتور احنا بنتكلم على متغيرات حدثت في التعليم وفي سوق العمل يمكن زي ما قالت هدير في حوسبة في رقمنة في ذكاء اصطناعي في مجالات تعليمية يعني مش عاوز أقول دخيلة بس غير متعارفة ما كانتش موجودة في الماضي أو التعليم التقليدي القديم ايه هي المجالات المستحدثة اللي دخلت في مدينة زويل تحديدا وازاي بيتم تطويرها هل من خلال الاستعانة بخبراء أجانب ولا من القائمين على تنفيذ هذه المجالات؟ هو مدينة زويل بتتبع أسلوب جميل جدا مهم اللي هو التطوير المستمر continuous improvement فإن احنا نطلق كلية علوم الحوسبة وزكاء الاصطناعي بدءا من العام الدراسي القادم على طول ده جي نتيجة الحمد لله النجاح عندنا في برنامج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة المعلومات النجاح الحقيقة وهذا البرنامج انطلقنا منه إلى علوم الحوسبة كلية جديدة بالكامل في مدينة زويل مالش راكتور بمعناها كلية جديدة فإحنا عايزين نفهم الفرق ما بينها إيه اللي هتقدمه مختلف عن كلية الحاسبات والمعلومات مثلا اللي احنا عرفتنا البرامج اللي موجودة الطالب بيقدر جوه البرنامج دوا عندنا ثلاث برامج الطالب بيتخصص في الثلاث برامج من البداية خالص يعني الطالب وهو بيملى الابليكيشن عندي للتحاق بكلية علوم الحوسبة في مدينة زويل هو بيختار البرنامج بتاعه من أول بداية الابليكيشن وبناء على كده بيبدأ يتخصص ثم بعد كده ده التخصص العام عندنا ثلاث تخصصات عامة ثم بعد كده الطالب ممكن يختار داخل التخصص العام تخصص دقيق آخر داخل التخصص العام التلاث اتجاهات دولات بدءا من التقديم التخصص العام ثم التخصص الدقيق بيكسبوا الطالب تبقى للمعايير الموجودة واللجنة والفريق العمل الكامل لوضع البرنامج دواني ثلاث برامج دولات هو بيحقق معايير العمل طبقا للسطاندرد اللي موضوع فيه الولايات المتحدة الأمريكية بحيث من أول يوم دلوقتي احنا الطالب بعد ما يتخرج خلال أربع سنين ممكن ثلاث سنين ونصف الطالب يكون متخرج عندي في الكلية الجديدة ان شاء الله مع تخرج أول دفعة أو تاني دفعة بكتير جدا يكون الطالب شهدته معتمدة أيضا من الولايات المتحدة شروط الالتحاق أي دقت شروط الالتحاق عندنا الحمد لله الطالب دلوقتي الحد الأدنى لقبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا 70% للسنوية العامة لطلاب العلوم والهندسة و65% لطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية علوم الحوسبة والزكاء الاصطناعي 65%؟ نعم بس هنا احنا بنتكلم على أرقام مش عالية أوي زي اللي احنا كنا متعارف عليها يعني عشان ندخل الهندسة لازم أبجاب 90% أو لو هنقول على المجامية الحالية 80% ففكرة النزول بالمجموعة ده هل بتستقطبوا يعني أشخاص بعينها من خلال امتحان القدرات اللي هيحصل لهم؟ بالضبط عندنا كلية العلوم والهندسة لازم الطالب يكتاز اختبار القدرات الخاص في المدينة فالطالب لازم وهو بيسجل الابليكيشن بيتحدد له موعد لاختبار القبول الخاص بكلية العلوم وعفوا بكلية العلوم والهندسة يعني يا دكتورو ما كانتش مع امتحانات القدرات اللي فاتت وخلصت دي لازم امتحانات القدرات دي هتتعب لا مدينة زويل لها خارج التنصيق تماما والطلاب عندنا دلوقتي احنا احنا قلمست نقدر نقول اكتر من حوالي 500 طالب يمتحنوا القدرات عندنا ولسه في عندنا عدد كبير من الطلاب بيجري الآن اعمال القدرات الخاصة بيهم وبابل التقديم مازال مستمر نعم التقديم مستمر لغاية يوم 30 اغسطس الطالب من حقه انه هو يتقدم للمدينة ولكن عليه انه هو يستوفي الشروط بمعنى لو هيلتح بكلية العلوم والهندسة فهو عنده ثلاث اجراءات لازم يمر بيهم الانترفيو لازم فيه مقابلة شخصية وامتحان القبول اللي هو بيختار خمس مواد من سبع مواد يمتحن فيهم سواء علوم او رياضات واحد رياضات اتنين فيزياء كيمياء بيولوجي لوجيك تينكينج وان ولوجيك تينكينج تو بيختار خمسة من السبعة وبعد كده كمان عنده امتحان انجليش اجزام فبينما كلية علوم الحوسبة بيبقى فيه الانترفيو وبيبقى فيه الانجليش اجزام اذا اكتاز المتطلبات ديان مع الحد الادنى الوافق عليه مجلس الادارة الطالب بيتم قبوله فيه جمعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل هل هيبقى فيه عندكم مثلا فيه مدينة زويل فيه منح بتقدم لطلبة السنوية العامة طبعا لو جينا لكلية الجديدة مثلا كلية الجديدة الطلاب بيحصلين على 90% واعلى دول بيحصلوا على كلية الجديدة الزكاية الاصطناعي ولا العلوم الحوسبة نعم ما هي كلية اسمها علوم الحوسبة والزكاية الاصطناعي وزكاية الاصطناعي العلوم الحوسبة والزكاية الاصطناعي دي بنقدم منحتين لكل محافظة مصرية بعدد 54 منحة للعشر الاوائل مجانا 100% منحة كملة 100% طوال الاوائل السنوية العامة الاوائل السنوية العامة الانتين الاوائل من كل محافظة 50 مع عدد اوائل السنوية العامة ما دي بقى هنكمل. احنا عندنا ثلاثة كاتيجوريز. ثلاثة أنواع. الطالب حاصل حتى 90% في السنوية العامة. كلمة السنوية العامة المقصود بها السنوية العامة. ومدارس المتفوقين والسنوية الأزهرية. لأن مدينة زول بتقبل التلاتة بتعاملهم معاملة واحدة. حتى 90% الطالب بيحصل على خصم 50%. منحة 50% من الدراسة. حتى من 80% لـ 90% مدينة زول بتقدم منحة 35% للطلاب. أقل من كده الطلاب كلهم بيحصلوا على 25% بمناسبة أن ده أول عام لفتتاح. خصم الافتتاح الكلية الجديدة. فده بيبقى خصم 25% لكل الطلاب من كافة الشهادات المعادلة. مش السنة الدراسية الأولى ولا مستمرة معهم؟ هنا مدينة زول مبنية على الجدارة وعلى كفاءة الطالب. فإحنا بنقدم ده أول سنة. ثم بنيجي مع نهاية السنة الأولى نشوف معدل الطالب. المعدل الخاص بالطالب. ممكن الطالب اللي حصل على 25% يحصل على 100% بعد كده. لو هو من المتفاوض. أيها بالزبط. لو هو حصل على معدل أربعة. ففي الحالة دي بيحصل على 100% وأنسوان. طب. دكتور وإحنا بنتكلم على مفهوم جديد من التعليم. بنتكلم على الجامعات الأهلية تحديدا. يمكن الأهالي لسه يعني مش مدركين أوي فكرة اللي أنا يبقى عندي كونسبت أو جامعة أهلية حكومية. بيبقى الاتنين شراكة. وفي نفس الوقت في شراكة مع جامعات. زي ما حالك قلت إن إحنا أو مدينة زويل هي معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الشهادة معتمدة من هناك. المصروفات أخبارها إيه؟ المصروفات بتاعت مدينة زويل هي لو نبص على كلية علوم الحوسبة والزكاء الاصطناعي المصروفات 64 ألف جنيه في السنة على أربع أقصاد. ده بالخصم اللي هو الخصوم دالس. ده قبل الخصم. فأول عام كل الطلاب يحصلوا على 25% فحالك بتتكلم في حوالي 48 ألف جنيه. ولو الطالب حاصل على 90% فهيدفع حوالي 50% يعني 32 ألف جنيه من المبلغ الإجمالي. وهيبدأ 35% لو الطالب حاصل على من 80 إلى 90% يبقى 35%. بالنسبة لكلية باقي الكليات اللي هي العلوم والهندسة. إحنا مدينة زويل معروفة أنها بتقدم للطلاب المتفوقين دعم مادي. ولكن هاي بنوك عليه منح للطلاب المتقدمة للتحاق بالمدينة. الرسوم الدراسية السنية دي عندنا 108 ألف جنيه. ولكن بنقدم دعم ولكن الدعم ده بيتوقف على كذا معيار. المعيار الأول الموارد المتاحة للمدينة. لأن المدينة أيمى على دعم شركاء النجاح من المجتمع المدني. هما اللي بيدعموا مدينة زويل للمساهمة في عمليات التشغيل للمدينة. وعلى القدرة المالية للأسرة ذات نفسها. دخل الأب ودخل الأم ودخل الأسرة بالكامل. مصروفات الأسرة. الأخوة اللي في المدارس المتعقين بالمدارس. مصروفاتهم. بناخد المصروفات وبناخد الإرادات. مع إراداتنا إحنا المتاحة كموارد لمدينة زويل. مع مجموع الطالب وتفوقه. ودركته في امتحان القدرات. يعني هي عملية نسبية. تختلف من طالب لأخ. طبعا تختلف من طالب لطالب. بيدخل فيهم ثلاث أشياء. الموارد المتاحة للمدينة. موارد الأسرة ومصروفاتها. ودرجة الطالب في امتحان القدرات بتاعنا. يعني درجة الطالب في امتحان القدرات بتاعنا. ودركته في السنواء العامة. الاتنون دول بنعمل لهم حاجة زي إعادة ترتيب للطلاب. مع طبقة لمجموع معياري. بيأخذ نسبة من امتحان القبول في مدينة زويل. زائد امتحان السنواء العامة. في الحالة دي. بنبدأ نقدم دعم للطلاب. الدعم دي بصل في بعض الحالة لـ 100%. يعني لو الطالب متفوق. فحاجة في حال. احتياج ليه فبالتالب تدعبه. وفيه احتياج. وإحنا كمدينة عندنا موارد متاحة بتوصل لـ 100%. وهكذا. طيب دكتور. وحنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والحوسبة. دول زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وروسيا. هل عندنا تؤامة مع هذه الدول في جامعات دولية. أو شركات دولية. للاستفادة من الخبرات الكبيرة لهذه الدول في هذه المجالات. هو طبعا مدينة زويل. يعني في وضع المناهج. ومتطلبات التخرج ذات نفسها. تم الاستعانة ببعض الزملاء موجودين في كندا. في وضع المناهج. ولكن الأهم من التوأمة بالنسبة لنا. أننا نكون معتمدين من الولايات المتحدة الأمريكية. هو حدرتك فكرة الاعتماد بساطة جدا. حريك مثلا لو حبيت تصنعي سيارة. وعايزت دخليها مثلا السوق الأوروبي أو السوق الأمريكي. لازم تكون السيارة ديا متابقة لمعايير السوق دوا. وإيه اللي مش يدري تدخلي بيها. في تخيال حريك التواغداء السوق دوا. هو المعيار بتاعك. وبتحقق متطلباته. والخريك بتاعك يقدر يشتغل في هذا السوق. مجرد أن يحصل على الشهر. هذه اللي كانت المشكلة اللي كان بيعاني منها بعض الجماعات الأهلية. والجماعات الخاصة فكرة عدم الاعتماد. أيوة. بلايه الطالب يتخرج عاوز يسافر بره. لا ده مطالب بدراسة مدتها مثلا ست مواد أو ست شهور. شيهادة معادلة علشان يعادل المشكلة. علشان يقدر اللي هو يلطحك بسوء العمل الخارجي. وهنا مدينة زوال حريك المشكلة دي تماما. إن إحنا الحمد لله مع أول راوند عندنا أربع برامج. بنهاية هذا الشهر هيكونوا معتمدين من أكبر هيئة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبقية البرامج بتدخل روايدا وبرامج العلوم الحوسبة. لأنه لازم يكون يتخرج من عندي دفعة عشان أقدر أتقدم لهذا الاعتماد. إحنا من البداية خلص المناهج بتاعتنا والمقرارات بتاعتنا مبنية على هذه المعايير. بحيث أن أنا متطمن الطالب بتاعي ويتخرج بيكون معتمد من أكبر هيئة على مستوى العالم. طيب دكتور أعضاء هيئة التدريس هم جزء مهم جدا في العملات التعليمية. إزاي بيتم تأهلهم لنوع ده من الكليات الجديدة اللي هي أصلا ما كانتش موجودة عندنا في تخصصاتنا قبل كده. هل هو يعني كان مثلا بيدرس في جامعة برة؟ أه طبعا هو عشان كده إحنا مدينة زويل بتشتغل بمادة التطوير المستمر. تطوير المستمر سواء على مستوى الجامعة ذات نفسها أو على مستوى الكليات أو على مستوى البرامج ذات نفسها. فإحنا عندنا ساكسيس ستوري أو قصة نجاح فيه برنامج الكمانيكيشن أند انفورميشن انجينيرينج. ده برنامج هندسة بيخرج بكالوريوس هندسة. وده بيتعامل مع الانفورميشن انجينيرينج والكمانيكيشن. فنجحنا في هذا البرنامج بننطلق منه لتقديم كلية كاملة جديدة اللي هي كلية علوم الحوسبة والزكاء الاصطناعي. أعضاء التدريس عندنا كلهم متميزين عندهم خبرات في شركات دولية على مستوى العالم في جامعات كبيرة جدا على مستوى العالم. لأن مدينة زويل بتستقطب الأسدزة المميزين اللي درسين فيه وخريج جامعات كبيرة على مستوى العالم. ففريق العمل عندنا كله مؤهل تماما للإجراءات دي. لأنه مر بالاعتماد من الولايات المتحدة للبرامج الأربعة اللي موجودة عندنا. ودي قصة صعبة جدا. دي خادت خمس سنين عمل عشان نوصل لنقطة الاعتماد الدولي دي حضرتي. ده من 2017 لـ 2022 خمس سنوات عمل متواصل لتحقيق المتطلبات التخرج تبقى للمعايير في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. دكتور محمود عبد الربو رئيس التنفيذي لمدينة زويل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أن يتعطر على أجودك معنا النهار. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور بالتوفير.